الزمالك بينفي التفكير في أي بديل للكولومبي خوان كالوس أسوريو المديل الفني الفريق خلال الفترة الحالية ومصدر في نادي الزمالك أكلنا أن التجربة هيتم تقيمها بالكامل في نهاية الموسم وإن كان هذا لا يمنع وجود غضب عند لجنة الكرب بسبب قصة التعديلات في التشكيل والخطط وحدة وحدة تركز معاي بقى في الحتة دي وخليك معاي على ذكر بيب جورديولا وحدة وحدة أجماعة أي فريق على فكرة ده كان موقف من النادي الأهلي ساعة سوارش لما بتجيب مدرب في منتصف الموسم وموسم بالنسبة لك بايز خلص انتهى تمام بتبقى عايز إيه من المدرب في الموسم ده بتبقى عايز إن المدرب ده يبدأ يبص على اللعيبة دايت وشوف على اشترى تبيعه إزاي الموسم الجديد يجاهز اللعيبة بتاعته يشوف طلباته إيه من اللعيبة اللي عايز يشتريها يشوف طلباته إيه من اللعيبة اللي عايز يستغنى عنها يجرب طرق لعبة ما هي فرصة وكأنها مباراة ودامة الحلقة أصلا انتهت وخلصت ده بيبقى دور المدرب اللي جاي في ظروف زي دي ده كان على سوارش ده كان على أسوريو ده جاي على أي مدرب ما بيشتغلش في ظروف طبيعية هو الرجل ده بيشتغل في ظروف طبيعية بالمناسبة أنا عندي مية تحفظ على حاجات اللي عملها كان مباراة اللي فاتت بس يمكن بيجرب ما عارف إنه الدنيا بايزة وبعدين عراي أحد الأصدقاء يعني قال لي يعني هو اللي قابله لما كان بيلعب بطريقة عادية بيلعب 4-3-3 كان بيعمل يمعك الفرقة بتخسر لما كان بيلعب 3-4-3 كان بيحصل يمعك الفرقة بتخسر فلما بيجي الرجل يقلف شوية نقوله لأ إنت اللي مبوز الفرقة إنت اللي مخصر الفرقة ما فيش كلم ده فأنا بصراحة أنا بكلم الإدارات كلها في مصر لو هتجي مدرب في ظروف أو في مرحلة انتقالية لا ما تقولش هتديله ثلاث شهور وقيمه بعدها لا أديله سنة ونص سنتين وبعدك ده قيم كنوه جايدة أصلا في ظروف صعبة وتقول لي قيمه لا هو اللي جاب اللعيبة ولا هو اللي وصل الفريق للنتايج ديت ولا هو اللي خرج الفريق من كل البطرات دي وفي الآخر هو بقى المفروض ببقى أنه اللي أعلى لنهاية الموسم فهو اللي يشيل الكصة دي كلها ويتقال له اصلاحنا قيمناه فلانا ما نجعش لا أنا مش ألها أنجح أصلا مستحيل أنجح عشان كده لو تفتكروا أنا بسا كان عندي ألف مش ميت تحفز بقى على سوارش الموديل الفني اللي جي لنادي الآية بعد موسماني ما كانش مدرب عظيم يعني تمام ورغم كده كنت بطلع أقول لأ ما هو مظلوم تفاكين النادي الآية وقتها اخد قرار كمان أنه يلعب باللعيبة الناشئين في نهاية الموسم في الدورة فلما كان بيخصى كانت الناس بيتلون برضو سوارش طبعا أنا أصلا بشتغل في ظروف طبعية ومش ظروف طبعية عشان يتم تقييمي بس هو برضو كويس أنه مشي وقيمارس الكولار يعني في النادي الآية نكمل اشتركوا في القناة